قال عزم القائل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى نتقدم لكم جميعا باسمي ونيابة أن أعضاء مجلس إدارة جمعية بني جمرى الخيرية ومن تسبيها بخارص العزاء والموسى وبالخصوص عائلة فقيدنا الغالي الحاج علي حسن صالح الأمين المالي للجمعية واحد رواد العمل التطوعي في الجمعية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نقف اليوم وقفة حداد تمتزج فيها مشاعرنا بالحسرة والألم فبعد مرور أربعين يوما على فراقه السريع والمفجع نجتمع اليوم لنرثي رجل من خيرة الرجال الأكفاء الذي حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة لخدمة أبناء القرية في مجال العمل التطوعي وبذل الوقت والجهد لتحقيق أهداف الجمعية الخيرية دون كلل أو ملل واضعا نصب عينيه المصلحة العامة أسوة بمن رحلوا عنا من أبناء القرية الذين لازلنا نستذكر مواقفهم وبذلهم وعطائهم وحرصهم اللامتناهي في المجال التطوعي الخيري عن إمامنا الصارق عليه السلام إن لله عبادا من خلقه يفزع العباد إليهم في حوائجهم أولئك هم الآمنون يوم القيامة أيها الحضور الكريم إن هذا التفاعل الذي نحن بصدده هذه الليلة في تابين فقيدنا لهو دليل على طيبة نفوسكم وتمتعه بمحبة ومكانة في قلوبكم ومن الجميل أن نستذكر ما قام به المرحوم أبا حسين من أفعال خيرية وضحت آثارها في المجتمع من خلال ارتباطه وتطوعه في جمعية بن جمر الخيرية حيث تولى منصب الأمين المالي في أول مجلس إدارة لصندوق بن جمر الخيري عندما تأسس عام 1994 وبشهارة من عمل معهم كان خلالها مثالاً للعنصر المجد والمجتهد فيما يرتبط بطبيعة عمله الإداري والمالي كانت البداية على يديه في إنشاء كل ما يتعلق بهيكلة الأمور المالية بالصندوق الخيري كما قام بتدشين أول برنامج للحسابات في الصندوق الخيري وإجراء ما استلزم من تعديلات مطلوبة لتفعيل هذا البرنامج وكان طيلة السنوات الماضية مندمجاً مع جميع أنشطة وفعاليات الجمعية حتى تم تزكيته مرة أخرى في آخر دورتين لمنصب الأمين المالي تحت مسمى جمعية بن جمر الخيرية الذي استمر فيه بعمله الدؤوب وجهده المتواصل حتى وهو على فراش المرض إلى أن توفاه الباري عز وجل فكانت بداية عمل الصندوق الخيري مع المرحوم ونهاية المرحوم مع الجمعية الخيرية كان رحمه الله رجلاً متواضعاً معطاءاً ونموذجاً في العمل وصدق القول والاستقامة والتواضع ويشهد له كل من جالسه أو تعامل معه فعندما نتحدث عن هذه الشخصية الهادئة والخلوقة يكون للشكر معنا وللثناء فائدة ونسطر أعماله المرئية والغير المرئية بحروف بندهب فالرجال الصادقون الذين تدين لهم عيون الشرفاء يستحقون هذا الثناء والتقدير فعن إمامنا وسيدنا الإمام الصادق عليه السلام قال من سعى لأخيه المؤمن في حاجة من حوائج الدنيا قضى الله عز وجل له سبعين حاجة من حوائج الآخرة أيسرها أن يزحزحه عن النار غادرنا الفقيد بعد أن ترك صفحة ناصعة مليئة بعضائم الأمور وجلائل الأعمال فبصاماته واضحة كغيره ممن سبقوه من رواد العمل الخيري الذين لا ينظرون إلى وجاهة ولا حب في الظهور ارتفع للخالق مبين يديه ثمرة أعماله الخيري الذي خطه بيديه ليبقى ذخرا نفيسا ننهل منه ونرجو من الله أن يثقل به ميزان حسناته عزاؤنا بفقدنا له ورحيله عنا في تركه لنا إرثا من الأعمال الخيرية سيبقى خالدا وستظل ذكراه خالدا في كل شبر من الجمعية ولسان حالنا يقول إن نفوسنا ستحفظ لك الذكرى في أعماق القلوب وسيكون اسمك محفورا في ذاكرة المجتمع وقبل الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ولو باليسير في هذا الحفل التأبيني جهودكم المبذولة محال تقدير للجميع فجزاكم الله خير الجزاء وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم وختاما ندعو الله عز وجل أن يلهمنا الصبر على قلوبنا المتألمة لفقدنا هذا الرجل المؤمن المخلص وأن يشمله بالمغفرة والرحمة الواسعة وأن يشمله فسيح جناته مع النبي محمد وأهل بيته عليه السلام وأن يخلف على ذويه بالخلف الصالح إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أن أعالى سورة الفاتحة وأهدا ثوابها إلى روح الفقيد مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد